مضت تلك الأيام حين كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحشد خلالها ألاف الديمقراطيين في حين خفت بريق نجوميته التي كانت عاملا وازنا في المعارك السياسية ضد الحزب الجمهوري فخلال حملات المرشحين الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي الحالية للكونغرس فضل كثير منهم الإبقاء على مسافة أمينة من الرئيس ويشعر كثير من الأمريكيين بخيبة لأن شعار الأمل الذي تبناه أوباما خلال حملته الانتخابية الأولى لم يتحول إلى نتائج ملموسة سياسيا واقتصادية فرغم أن أجندة الرئيس الأمريكي تمكنت من انتشال البلاد من براثن الانهيار المالي عام 2008 لكن مؤشرات النمو الاقتصادي لم تخلف الأثر المرجو منها في ولايات حساسة في الانتخابات المرتقبة وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أقل من ربع الأمريكيين فقط يقيمون الأوضاع الاقتصادية بالممتازة أو الجيدة عامل يستغله الجمهوريون للطعن في سياسات الرئيس وحزبه الديمقراطي ويبرز تراجع الأثر الإيجابي لأوباما على حزبه في تدني نسبة الديمقراطيين الذين يرون في انتخابات التجديد النصفي اقتراعا لصالح سياساته مقابل ارتفاع نسبة الجمهوريين مما يعتبرون أصواتهم اقتراعا ضد الرئيس فدي منصور الجزيرة واشنطن